أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تمديد خط رئيسي استراتيجي لنقل المياه من محطة الزبير إلى ضاحية الشنوف وفق أفضل المواصفات والذي بدأ تنفيذه منتصف شهر يوليو 2020 وباستخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه وسيوفر الخط الجديد المياه النقية العذبة لمناطق مهذب وهديبة والمناطق الجديدة في ضاحية الشنوف ويعزز كفاءة الشبكة وأوضح المهندس فيصل السركال مدير دارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الخط الاستراتيجي لنقل المياه من محطة الزبير إلى ضاحية الشنوف تم إنجازه بالكامل وفق أفضل المواصفات في جميع مراحله